بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وباكاته اهلا وسهلا بالجميع ان شاء الله جميعكم بالفخي كما كم تشوفوا احبتي لما هنشوفوا خطوات عملتها هذه سفيفة سهلة بسيطة وجميلة هنا الالوان اختياري نوع الخيط كذلك العبدو ان شاء الله العامل تانهار اليوم وحين الاعجابكم ما تنسوش اللايك للفيديو احبتي ولمش مشترك اشتركي في القانات فضلا وليس امان وقبل ما نبدأ ونشوفوا خطوات العملتها هذه سفيفة سلو على الحبيب المصطفى علي افضل صلاة والسلام نشوفوا طريقة العمل هنا رح نستعمل كوشي رقم 8 و 1 25 ميلي متر اكيد الخيط اي نوع نبدأ على بركة الله عقدة البداية احنا تفع 9 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 الفلفة واحدة واحد اتنين ثلاثة في رابع عمود في رابع غوزة عفوا نعملو عمود اكيدا بقيت الغوز في كل غوزة عندنا عمود في الاخير هنتلقى سبع عمودة واحد اتنين تلاتة اابعة خمسة ستة سبعة سبعة اعمدة نطفعه خمس ثلاثل واحد اتنين تلاتة عمود واحد اتنين المسافة ونقلبه العمل احنخلف عمود ونعمود الموالي عندنا عمود ثلاثل واحد اتنين سلاسل ونخلفو عمود العمود الموالي عندنا عمود خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اابعة خمسة نقلبه العمل العمود الفراغ الاول عفوا نعملو من ذلك خمس سلاسل في نفس الفراغ من ذلك هكذا خمس سلاسل الفراغ الموالي من ذلك خمس سلاسل في نفس الفراغ من ذلك خمس سلاسل واحد نين ثلاثة اضع خمسة الفراغ الموالي من ذلك ثلاثة خمس سلاسل في نفس الفراغ من ذلك نحصلوا على هذا الشكل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة نتفعوا خمس سلاسل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة نأتي مباشرة لهذه الغازة الاولى اللي هنا في هذا السطر الاول نعملو غازة حشو وهو كدو ثلاث سلاسل ونقلبوا العمل ندخل هذه الحلقة في ستة اميضة واحد اثنين ثلاثة ابعة خمسة ستة اذن في نفس المشاكل اضمناс 5 سلاسل واحد اثنين ثلاثة ابعة تظيمة نقلب العمل عمود هذا الموالي نخلفه في العمود الثالث نعبده عمود اثنين السلاسل نضع عمود النعود الموالي عمود اثنين سلاسل نخلفه عمود العمود الموالي عمود. اه كده. خمسة ثلاثة واحد نين تلاتة اربعة خمسة نقلب العمل في الفراغ الاول عندنا من ذلك. واحد نين تلاتة اربعة خمسة في نفس الفراغ عندنا من ذلك. واحد نين تلاتة اربعة خمسة الفراغ الموالي عندنا من ذلك. واحد نين تلاتة اربعة خمسة في نفس الفراغ من ذلك. واحد نين تلاتة اربعة خمسة الفراغ الموالي عندنا منزلكة واحد تنين تلاتة اربعة خمسة في نفس الفراغ منزلكة كما كنت لاحظو نفس العمل دي كان هنا تقرر هنا الان خمس سلاسل واحد تنين تلاتة اربعة خمسة احنا اتي الى هنا بين هادي وهادي احنا نعملو غوزة حشو اهكدا نتفعو تلات سلاسل ونقلبو العمل احنا دخل هذه الحلقة بستة اعمدة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهادي ستة عندنا خمس سلاسل واحد تنين تلاتة اربعة خمسة نقلبو العمل نخلفو عمود في العمود الموالي عندنا عمود نين سلاسل احنا نخلف عمود في العمود الموالي عندنا عمود نين سلاسل احنا نخلف عمود والعمود الموالي عندنا عمود هاكدا خمس سلاسل اتنين تلاتة اربعة خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة نقلبو العمل هاكدا الفراغ الاول عندنا منزلك 5 سلاسل 1 2 3 4 5 عندنا في نفس الفراغ منزلك 1 2 3 5 الفراغ الموالي منزلك 5 سلاسل في نفس الفراغ منزلك 5 سلاسل في الفراغ الموالي منزلك 5 سلاسل في نفس الفراغ منزلك هكذا 1 2 3 4 5 نتيله هنا ونعملو غوزة حشو هكذا ثلاث سلاسل 2 3 ونقلبو العمل ونواصل بنفس الخطوات انا عندنا ستة اميضة 1 2 3 ابعى خمسة ستة نحن واصلوا بهذه الطريقة احبتي حتى لنهاية العمل الثاني حسب الطول المغروب يعني سفيفة سهلة بسيطة وجميلة احنا نكمل انا قليلا ونرجع نشوفوا النتيجة في النهاية كما اكم تشوفوا احبتي واصلت قليلا من العمل بنفس الطريقة بنفس الخطوات سفيفة يعني زيد جدا سهلة يعني بسيطة وجميلة في نفس الوقت ان شاء الله طريقة الشاه كانت واضحة معكم اه ما هلية غير قلكم ما تنسوش اللايك للفيديو شكرا وضمتم في ايدي الله وحفظة السلام عليكم وحفظ الله تعالى وبعيكاته شكرا